موسيقى هل أنت مؤمن متذمر؟ دراستنا اليوم من مزمور 73 كان آساف لاوي وقائد إحدى فرق الجوقة في الهيكل كتب لأن غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين كان آساف مؤمن متحير من سلامة الأشرار كان مؤمن متذمر من نجاح الأشرار كان مؤمن متمرمر من معاملات الله للخطى وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة؟ مما سبب له حال التساؤل وحيرة ومعاناة كان مؤمن مؤثر لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بني مؤمن متكبر لأنه غرت من المتكبرين وهذا تعبير عن كبرياءه والانحصار في ذاته عندما ننظر إلى الذات أو إلى الآخرين عندها نرثي لحالتنا ونندب حظنا عندها نرى أنفسنا بالمقارنة مع الآخرين عندها نبتدئ بالحسد والتذمر ونقع في مشكلة إرثاء النفس وصغر النفس لكن عندما ننتبه إلى مقاصد الله ومعاملات الله وسيادة الله وقدرة الله ومعرفة الله عندها نشكره على كل شيء ونباركه على كل إحساناته وعندما ننتبه إلى آخرتهم كما يقول المزمور حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم عندما تتغير الصورة عن أنفسنا وعن الله كان حضور الله عندها لا يرى ولا يعتمد على الإرادة الذاتية بل يختبر وينضج روحيا في محضره إنما نراه في هذا العالم ليس هو كل شيء لكن العلاقة الحميمة مع الرب هو كل شيء لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان ولقد عبر من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض أو كما عبر داود النبي وحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله قال الرسول بولوس ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية ختم آساف بهذه الكلمات أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي جعلت بالسيد الرب ملجأي لأخبر بكل صنائعك كفايتي من عند الرب وعلاقتي هي في الرب أترك حياة التذمر أصلي إلى الرب أن يفتح عنيك على جمال الرب وعلى روعة الرب وعلى عظمة الرب الرب كفايتنا وحمايتنا وبركتنا ووقايتنا إنه لن يتخلى عنا ولا يهملنا إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام إن حياة التذمر تجعلنا في مستنقع لا نستطيع أن نرتفع لنرى الأمور من فوق إذ نركز على الأرض بدلا من التطلع إلى السماء فالتذمر يجعل حياتنا محطمة يائسة بائسة فاشلة إذ نرى كل شيء سلبي بدل من أن نرى جمال وروعة الله إن حياة التذمر تحتاج إلى علاج من خلال غفران المسيح الكامل تعلم لغة الشكر بدل التذمر فتشفى نفسياً وجسدياً عندها تتمتع بالنصرة الداخلية والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا